أخبارنا الميدانية لقي القيادي في ميليشيات الحوثية الانقلابية المدعو هيثم علي أحمد غالب الحداد الذي ينتحل رتبة نقيب مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب أفدت مصادر ميدانينا القيادي المدعو الحداد قتل في إحدى الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها من صنعاء إلى الجوف لدعم جبهاتهم يذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثية نحو جبهة صرواح بمحافظة مأرب